وهو هذه خلفية أخرى للصراع الأمريكي الصيني الروسي في النهاية الأمريكي الروسي الأوروبي في النهاية الضحية في هذا كله المتألم كثيرا هم الأوروبيون في النهاية الأوروبا لا تتحمل وجود نزاع آخر داخل حدود دولة أوروبية ودي أحد المشاكل والتي تجعل الأوروبيون يسارعون في محاولة وقف هذه التصاعد الأحداث لأن أوروبا ستكون خاسر الأكبر أوروبا هي الخاسر أكبر من الحرب في أوكرانيا وستستمر خسارتها بشدة لو قام أي نزاع داخل هذه المنطقة نرجع تاني النهاردة إحنا عندنا دولة مستقلة يعترف بها العالم شاءت سربيا أم أبت يعيش أقلية أقلية سربية في تجمعات في شمال هذه الدولة جميل هؤلاء يرفضون الالتزام بحدود الدولة التي ترعاهم والتي يعيشون داخلها ويأبون إلا الانتماء لدولة أخرى دولة أجنبية أيا كانت هذه الدولة المطلوب التي تقوم بالسلطات الكوسوفية بشكل مطلق بدون انتماء الديني أو غيره احترام قواعد هذه الدولة مش مطلوب منك تضع سيارات دولة أجنبية داخل الدولة وتقود بيها مطلوبة لما ترخص سيارتك ترخصها في حدود دولتك اللي أنت عايش جواها مش في دولة خارجية النهاردة تمت انتخابات قطعها السرب يوم 29 مايو تم مقاطعة الانتخابات بشكل كامل شارك 4% أنت كان عندك فرصة لنتنتخب من تريد للانتخابات البلدية قطعتها السلطات الكوسوفية قامت بتعيين رؤساء بلديات قامت مظهرات سربية واعتصامات وأعمال تخريبية أمام مباني بلديات وداخل مباني بلديات تدخلت قوات حفظ السلام الموجودة وتدخلت الشرطة الكوسوفية بالقبض على المخربين اجتمعت الجيش السربي جاب قواته وحطاها على الحدود النهاردة أمام نزاع نزاع واعتداء على سيادة دولة حقيقة لكن قد يقول قائل أستاذ محمد هنا أن هذه المنطقة في الشمال شمال كوسوفا التي شهدت انتخابات بلدية ذات أغلبية السربية أما كان ينبغي احترام إرادة هؤلاء الناخبين وما يريدون الإرادة تحددها صديق الاقتراع أنت كنت أمام انتخابات تراقب بشكل كامل من المجتمع الدولي الحديث عن مقاطعة كبرى لهذه الانتخابات يعني من 45 ألف ناخب ولذلك أنت لا تستطيع أن تعطب من 1500 ناخب أنت تقاطع إذا شككت أو تشتكي إذا كان هناك نوع من التلعب بهذه الانتخابات لكن إذا كانت انتخابات حرة مرقابة من المجتمع الدولي أنت تقاطع هذا وشأنك خلاص ما تأتي بين تنزيج الانتخابات يجب أن تصير أمر الدولة لا يسمح بأي شكل من الأشكال فأي دولة في العالم أنت أمام مجموعة من المواطنين المتمردين على الدولة وولاؤهم لصربيا وليس لتصرفها هذه الحقيقة باقتصار مجموعة من أبناء الدولة ترفض وجود هذه الدولة وتعل انتماءها الصريح لدولة أخرى هي الجارة الشمالية الجارة الشمالية وهذه الدولة الأخرى تاريخ من المشحنات وتاريخ من المظالم تحررت منها هذه الدولة الوجود الصربي داخل لكن هذه البقرة الآن أستاذ محمد مدخل دائم للتوتر وباب لدخول صربي من هذا ليس صربي هذا يدفعنا أن نرى الخريطة بككل هو باب لتهديئة الجبهة الأوكرانية لتخفيف الضغط على الروس في أوكرانيا هناك حليف تاريخي للصرب اللي هو روسيا تمام ودي تقسيم الخريطة في أوروبا الصرب تحالف تاريخي بينهم وبين الروس وعداء تاريخي مع المحور الآخر اللي هو المحور الغربي بشكل كامل النهاردة الخريطة تركيا جزء من حلف الناتو اللي في الولايات المتحدة الأمريكية وغرب أوروبا كله النهاردة روسيا تخوض حرب شعواء كانت تظنها تنتهي بسرعة في أوكرانيا خلال أيام خلال أيام امتدت هذه الحرب الآن في نفس اللحظة كان الصرب يتربصوا انتصار الحليف الروسي حتى يمتدوا ويعتدوا على الصرب ويعلان استقلالهم داخل البصنة وإثارة القلقلة في المنطقة بشكل كامل وأعادة أحلام الصرب داخل المنطقة من جديد إطالة الحرب تجعل أن إثارة بعض المناوشات من فترة لأخرى قد يكون من مصلحة تهدئة الجبهة ضد روسيا في الحرب الأوروكيني هذا باختصار الدور الدولي نرجع تاني هل ستقوم الحرب؟ بإذن الله لن تكون هناك حرب لأن ليس من مصلحة أوروبا نساءت إلى الاستشراف لكن ما هو المشكلة أن صربيا لديها الآن موطئ قدم داخل أراضي كوسوفو من خلال هذه الأقلية التي هي أغلبية في شمال كوسوفو هذه معضلة نحن نتكلم عن دول أعدادها ضعيف جدا الوضع الجغرافي كلمة أغلبية بتكلمها بضعة ألاف ليست أعداد كبيرة بنتكلم على قومية ألبانية القومية الألبانية قوية جدا الألبان شعب شديد المراس يعني لم يحتل بسهولة ولن يستطيع السرب ضده في فعل أي شيء ضده اللي نحن نتكلم على قومية شديدة وقوية جدا كان السرب بيحلموا بسربية الكبرى فالألبان عندهم اعتزاز شديد جدا بالقومية الألبانية ومقدمة على أي شيء آخر بسبب أدوات وقوة يمتلكونها أو لأن الناتو الآن إذا بدك يحضنهم بالأساس الشخصية الألبانية شخصية قوية حتى في التعامل الشخصي شخصية في منطقة القوة وشخصية تستطيع أن تكون شارسة إذا طلب الأمر فلذلك هو شخصية لن يستطيع بسهولة السرب مهما كان معهم من اعتاد التغلب عليها أو إخضاعه يعني عسكريا هل يمكن المقارنة بين قوة سربيا وقوة كوسفو؟ يقارن ولأن النهاردة بتكلم على بلد قدرت تبني نفسيها الفترة اللي فاتت كل السنة فاتت الألبان في كوسفو استطاعوا أن يبنوا دولة حقيقية بناء اقتصادي وسياسي وهم أكثر قوة منذ قبل من قبل مرحلة التحديث الوصلافية فليست الأمور اليوم كالبارحة أبدا الأمر الثاني ولذلك قد يستغرب البعض تصريحات الولايات المتحدة الأمريكية اللي صريحت ضد الشرطة الكوسفية ومطالبتهم بتهديد الأوضاع ومحاولت عقوبتهم لأن أمريكا وربما مش عايزة المنطقة تشتعل لكن الرأس الألبانية الرأسة عنيدة لن تتساهل في أي حق من حقها فرضوا ما يريدون بالنسبة للانتخابات البلدية بشكل كامل الآن رئيس سربيا يشتكي أن الألبان لا يريدون الجلوس على طوالة المفاديات فنتكلم على لا أحب دائما أن نتكلم بشكل مستضعف أو أن نحن لا لا بالعكس الأمر نتكلم بمنطق قوة منطق الطر العالم كله الآن هو مرة أخرى لأنه يخشى قوة ألبان كوسفو أو لأنه ينظر إلى من يقف وراءهم ألبان كوسفو بالأساس دعنا لا نهون من أنفسنا أو من اللاعبين على الأرض ألبان كوسفو كما قلت شعب صعب لمرض مش العين الحمراء التركية هي من ردع الصرب اليوم لا شك أيضا تدخل الكوماندوس التركي هذا أمر شديد الأهمية لأن ليست تركيا اليوم هي تركيا البصنة والهرسك أيام الحرب نعم تركيا اليوم إذا بنقصين تركيا أردوغان اليوم والقوة الاقتصادية والوجود الدولي للدولة التركية الآن ليس هو من قبل 20 أو 30 عاما ولن تسمح تركيا بقلاقل في مجالها الحيوي شاء الناتو أم أبا وإن كان طلاق ذلك مع مصلحة الناتو ولذلك الناتو قال الرئيس أردوغان بصراحة قال أنتم لستم أمام رجل مريض ولا أمام تركيا التسعنيات أنتم أمام تركيا الجديدة 2023 هذا لم أسمعه ولكن ما قلته بالضبط السرب يفهمون هذا الكلام يفهمون هذا الكلام جدا الدور التركية حتى أيام الحرب الأولى في عز المذابح وغيرها كان وجود الأتراك عنصر تخوف شديد من السرب وغيرها القوات التركية والكتيبة التركية كانت في البوسنة وهرسك أيام حرب البوسنة كانت تحظى باحترام وخوف وذعر من القوات المعادية السربية حتى أكثر من قوات المتحدة حتى أكثر من قوات الأمريكية نفسية احترام شديد نتيجة تاريخ ونتيجة أشياء كبرى الشخصية التركية والدولة التركية لها وجود وحضور شديد جدا تم الغدر بمسلمي البوسنة والهرسك في التسعينيات اليوم النيتو صادق في وقفته مع كوسفا أنا لا أثق في النيتو بشكل شخصي ولا أوروبا بشكل شخصي أخاف جدا من حمقات بعض الدول الأوروبية زي فرنسا لأن عداء فرنسا التاريخي مع الدين الإسلامي يقودها دائما لمواقف حمقاء وغبية ولذلك هي بشكل مبدأي تقف دائما حتى لو ضد مصلحتها فرنسا بالتحديد فرنسا بالتحديد فالسر لأكثر كيف شايف دور الفرنسي موقف الفرنسي مما يجري من توتر في كوسفا للأسف فرنسا وبعض الدول التحديد أوروبي كما قلت يحملون عداء داخلي وباطني تجاه الفكرة الإسلامية أو فكرة وجود دول الإسلامية بشكل أو بآخر يدفعهم هذا العداء لاتخاذ خطوات حمقاء بشكل دائم حتى تضرب للتحديد أوروبي نفسه يعني تريد أن تقول بأن الحقدة لدى ماكرون شخصيا ضد الإسلام يتغلب على مصلحة فرنسا بالتأكيد بالتأكيد ولذلك تجد دائما تحالفات الكتيبة الهولندية والفرنسية كانت متهمة بالتحالف مع السرب أيام حرب البوسنة وهذا معروف وموثق كثير لذلك الأحقاد التاريخية الدفينة في قلوب بعض الأوروبيين دائما ما تضر أوروبا نفسها أوروبا تحرق نفسها لو أوروبا سمحت بوجود هذا الحرب فأوروبا تشعل النار تحت قدميها طيب ترجمة نانسي قنقر